محمود عباس فحماس أعلنت منذ شهر أيلول من العام الفائت حل اللجنة الإدارية في غزة ودعت يومها حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها والقيام بواجباتها وهو ما زاد من هدث التوتر الحاصل خصوصا بعد العقوبات المزمع تنفيذها وصفها عباس في خطابه الأخير بالإجراءات الوطنية والقانونية فأنا قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة من أجل المحافظة على المشروع الوطني واثقا من أن أبناء شعبنا في قطاع غزة سيكونون كما كانوا دائما مع القرار الوطني والمصلحة الوطنية العليا التوتر الحاصل أشعلت فتيله محاولة اغتيال رئيس الحكومة رامي الحمض الله في غزة حيث صارعت السلطة لاتهام حماس وهو ما نفته الحركة وقالت إن الهدف منه تخريب المصالحة واليوم أعلن عن اسم المتهم بالعملية وإلقاء القبض عليه وهو ربما ما سيكشف تبعات الحادثة ويضع نقاطها على حروفها لكن الأزمة بين الضفة الغربية وغزة اكتسبت بعدا دوليا خصوصا بعد تصريحات عباس حيث أملت وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني بأن لا يضر خطاب عباس أمام القيادة الفلسطينية بجهود المصالحة التي لطالما اتهم حركة حماس بإفشالها وما وصفها عباس بالإجراءات القانونية والمالية ضد غزة لم يعلن عن طبيعتها لكن خبراء رجحوا أن ينفذها عباس بشكل تدريجي حتى ينتهي به المطاف أن يعلن قطاع غزة إقليما متمردا وهما ستكون تبعاته ونتائجه مصبوبة ضد المواطن الفلسطيني في القطاع المحاصر وفي ظل التجاذب الحاصل يبيت أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يخشون من كل يوم مقبل أن يحمل معه عقوبات جديدة يستهدف بها عباس حركة حماس ظاهرا لكن من يدفع ضريبتها هو الشعب الفلسطيني المحاصر